اشتركوا في القناة متبوعون بامتحان اشهادي وهو الامتحان النهائي للسلك الاعدادي وبالتالي عليهم يعني ان يبدلوا جهدا مضاعفا عما تعودوه فهذه سنة اشهادية سنة اشهادية يعني في هذه السنة سيحصلون على شهادة الشهادة الاعدادية للانتقال الى المرحلة التنوي التأهيلي وبالتالي فهي مرحلة مهمة في حياتهم الدراسية وفي حياتهم عموما وبالتالي عليهم يعني مضاعفة الجهد من اجل يعني تتبيت تعلماتهم والتمكن منها من اجل اجتياز الامتحان الاشهادي في ظروف حسنة اذا نبقى مع الدرس الاول من مادة التاريخ وعنوانه ازدهار الرأسمالية الاوروبية خلال القرن التاسع عشر عندما نقول القرن التاسع عشر فهذا يعني يعني يبدأ من سنة الف وتمانيمائة يعني الف وتمانيمائة واحد تمانية سفر سفر يعني احيانا نكونوا مضطرين للتبسيط بهذا الشكل لانه احيانا التلميذ بعض التلميذ لا يفهمون اذا عندما نقول القرن التاسع عشر هو ابتداء من سنة الف وتمانيمائة الى الف وتمانيمائة وتسعود وتسعين دائما القرن ننقص واحد ونتعامل يعني السنوات يعني المرتبطة بالقرن التاسع عشر هي الف من الف وتمانيمائة الى الف وتمانيمائة وتسعود وتسعين مثلا القرن العشرين هي ابتداء من الف وتسعمائة الى الف وتسعمائة وتسعود وتسعين نحن الآن نعيش في القرن الواحد وعشرين والقرن الواحد وعشرين هو ابتداء من سنة 2000 إلى سنة 2099 إن شاء الله إذا وصلنا إليها أحيانا إن شاء الله نعم إذن أتعرف أهداف التعلمي أتعرف الرأسمالية ومظاهر ازدهارها في القرن التاسع عشر بأوروبا تعرف أنواع التركيزات الرأسمالية استخلاص آثار الرأسمالية على المجتمع الأوروبي إدراك أهمية البحث العلمي والاختراع التقني في ازدهار الرأسمالية إذن هذه هي الأهداف التي سوف نحققها من خلال هذا الدرس إذن تمهيد للتعلمات مهدت الثورة الصناعية بتحولاتها العميقة في مختلف المجالات للإزدهار الذي عرفه النظام الرأسمالي في القرن التاسع عشر فما معنى الرأسمالية وما مظاهر ازدهارها في القرن التاسع عشر وكيف تجلت خصائص المجتمع الرأسمالي الأوروبي نشاط التعلمي الأول إذن من أجل تحقيق هذه الأهداف التي ذكرتها سابقا انتلقى من هذا التمهيد انتلقى من هذه الأسئلة التي طرحتها في هذا التمهيد إذن سوف نحقق هذه الأهداف وسوف نجيب عن هذه التساؤلات من خلال الأنشطة التعلمية إذن النشاط التعلمي الأول التعرف الرأسمالية ومظاهر ازدهارها بأوروبا خلال القرن التاسع عشر إذن اكتشاف بعض المظاهر التقنية والكمية للإزدهار الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر إذن الوثيقة واحد أمامنا الآن الوثيقة رقم واحد وهي خط زمني لأهم الاختراعات التقنية التي عرفتها أوروبا خلال القرن التاسع عشر كما تلاحظون هذا خط زمني وقد سبق لكم أن رأيتم خطوطاً زمنية في السنة الأولى إعدادي وفي السنة الثانية إعدادي فهي ليست غريبة عليكم هذا الخط الزمني للقرن التاسع عشر كما قلت لكم القرن التاسع عشر يبتدئ بسنة 1800 وينتهي سنة 1899 يعني 1800 يبصل بينهما سنة واحدة فقط إذن كما تلاحظون في هذا القرن ظهرت مجموعة من الابتكارات التقنية التي سهلت حياة الإنسان طبعاً ويعني سهلت مجموعة من الأنشطة وتطورت الصناعة بشكل كبير فأصبح لدينا مجال صناعي يعني صرف أصبح لدينا مجال للنشاط الإنساني وهو النشاط الصناعي من قبل يعني كان الإنسان يعيش في إطار الفلاحة والزراعة وتربية المواشي وبعض الأنشطة يعني الحرفية بعض الأنشطة الحرفية البسيطة ابتداء من القرن التاسع عشر دخلنا في يعني في إطار يعني الأنشطة الصناعية بشكل كبير وبشكل يعني حصل هناك ما يمكن أن نعتبره انفجاراً للنشاط الصناعي إذن كما نرى في هذا المخطط هناك ثلاث دول التي عرفت تطورات صناعية مهمة وهي فرنسا بريطانيا وألمانيا في سنة 1810 ظهور السفل البخارية في بريطانيا وقبل ظهور السفل البخارية يعني كان في بريطانيا أيضاً تم صناعة المحرك البخاري يعني تم استغلال الطاقة البخارية الناتجة عن احتراق الفحم يعني الناتجة عن احتراق الفحم فيعني تم استغلال الطاقة الحرارية الناتجة عن احتراق الفحم في صناعة محرك بخاري هذا المحرك يستفيد من الطاقة الحرارية كما قلنا النتيجة عن الفحم الحجاري يستفيد من هذه الطاقة الحرارية لكي يدير عنفة يعني عنفة يتم دورانها يتم بسبب الحرارة النتيجة عن الفحم الحجاري إذن هذا المحرك البخاري أدى إلى هذه القدرة على التحريك وعلى الحركة ظهرت لنا السفول البخارية إذن هذه السفول البخارية تعتمد على المحرك البخاري إذن المحرك البخاري هو الذي يقوم بعملية إدارة السفينة السفينة تتحرك عن طريق المحرك البخاري بعد هذا ظهور القاطرة يعني كما إذا سبق لكم أن شاهدتم أفلام قديمة يعني أفلام قديمة أفلام الويسترن وهذه الأمور هذه هناك أن أرى أن القطار هناك سحابة من الدخان وراء القطار وذلك بسبب أن القطار يشتغل بقاطرة بخارية بقاطرة بخارية تستخدم الفحم الحجاري من أجل تنقلها إذن كما قلنا سنة 1814 ظهور القاطرة إذن عندما نقول سفن والقاطرات ماذا يعني هذا؟ يعني سرعة التنقل بالنسبة لبريطانيا فصناعة السفن البخارية أدت إلى تحول بريطانيا إلى إمبراطورية لا تغيب وحنا شمس بمعنى أنها تمكنت من الحصول على مستعمرات في مختلف أنحاء العالم إذن كما قلنا ظهور السفن البخارية ظهور القاطرة ثم 1816 في فرنسا اختراع آلة التصوير إذن اختراع آلة التصوير كان سنة 1816 في سنة 1830 اختراع آلة الخياطة إذن عندما نقول اختراع آلة الخياطة يعني التطور في الملابيس وفي الحياكة وفي مشموعة من الأمور المرتبطة وبالتالي فمكننة الخياطة مكننة الخياطة يعني من قبل اختراع آلة الخياطة كانت خياطة تتم عندها باليد يعني بشكل حرفي الآن مع اختراع آلة الخياطة أصبحت يعني عملية الخياطة أصبحت ممكننة سنة 1837 ظهور التليغراف الكهربائي سنة 1837 ظهور التليغراف الكهربائي التليغراف الكهربائي هو يعني الشكل البدائي للهاتف الشكل البدائي للهاتف يعني يمكن أن نعتبره الشكل التليغراف الكهربائي هو كان يعني عبر الأسلاك هو ربط سلكي يعني عبر الأسلاك مثلا من مدينة إلى مدينة تربط بسلك وتكون هناك إشارات كهربائية عن طريق ما يسمى بروموز مورس روموز مورس على شكل نقاط وعارضات وشرطات حيث أنه يعني تسلسل النقاط والعارضات عندما نقول نقطة الترجمة هذه لها في التليغراف الكهربائي توت هذه نقطة شرطة وهي توت يعني بمعنى أن النقطة هي هي الاتصال سلكي في رمشة عين وهذه النقطة والشرطة هي اتصال مستمر لمدة الأقل ثلاث دواني إذن هذا التليغراف الكهربائي مكن يعني مكن عملية التواصل المباشر اللحظي من مدينة لمدينة يعني يمكن إرسال رسالة من مدينة إلى مدينة عن طريق التليغراف الكهربائي كان هذا سنة 1800 1837 يعني تقريبا يعني ما يقارب مائتي سنة يعني إذن كان هذا هو الشكل البدائي للهاتف سنة 1856 اختراع محول بيتسمر سنة 1860 اختراع المحرك بالغاز إذن كما قلنا سنة في القرن الثامن عشر تم اختراع المحرك البخاري يعني وسنة 1860 اختراع المحرك بالغاز بمعنى أنه يعني بدل المحرك البخاري يعني كان يؤدي إلى تلوط فضيع يعني بحيث أنه يعني كان تقريبا صعب جدا أننا نستخدمه في سيارة متنقلة في المدن صعب جدا لأنه يعني يتسبب في سحابة من الدخان الخانق لكن المحرك بالغاز مكن من عملية الاحتراق الداخلي وبالتالي ممكن مهد لظهور السيارات سنة 1864 اختراع تصوير بالألوان إذن كما قلنا 1816 اختراع آلة تصوير وكانت كانت بالأبيض والأسود سنة 1864 يعني تم اختراع التصوير بالألوان سنة 1877 محرك الانفجار الداخلي إذن المحرك بالغاز مهد لصناعة المحرك الانفجار الداخلي في ألمانيا كما تلاحظون في ألمانيا وكما نعلم في ألمانيا يعني هي مهد يعني صناعة صناعة سيارات إذن في سنة 1877 محرك الانفجار الداخلي سنة 1884 ظهور سورفينات بخارية سنة 1888 ظهور العجلات المطاطية إذن 1888 ظهور العجلات المطاطية من قبل كانت العجلات كانت العجلات خشبية كانت خشبية أو فولادية وهذا الأمر هذا كان يؤدي إلى يعني أن المركبة تتقصر بسرعة لأن لشق هذوك الاهتزازات التي تتعرض لها العربة أو المركبة أو أي شيء يسير على يعني على الخشبي أو معديني أو هذا يؤدي إلى صعوبة التنقل وبالتالي العربة تتنقل بسرعة بطيئة نظرا لأن الارتدادات تكون يعني محسوسة عند الراكم لكن مع العجلات المطاطية يعني لشق الارتدادات أصبحت بسيطة بحيث أن جميع الارتدادات التي تحصل للعربة مع الطريق يتم امتصاصها من طرف المطاط يعني لاستيعاب هذه الأمور هذه يعني يجب تجربة تجربة لأن الإنسان يقود عربة بعجلات خشبية أو معدينية يجب تجربة هذا الأمر هذا ليستوعب الإنسان مدى أهمية هذا الاختراع أيضا يجب على الإنسان أن يرى كيف كانت يعني المركبات التي تسير بالبخار كيف كان التلوث الذي كانت تصدره لكي يستوعب أهمية محرك الإنفجار الداخلي إذن كما قلنا 1888 ظهور العجلة المطاطية 1894 ظهور أول عرض سينمائي مع الأخوين لوميير في فرنسا إذن ظهور أول عرض سينمائي يعني عندما نقول عرض سينمائي فقد كان عرضا سينمائيا صامتا حيث لازلنا لم نختارع الميكروفون يعني لازلت الإنسانية لم تختارع الميكروفون ولم تختارع مكبر الصوت إذن لازل الصوت غير مخترع لكن الصورة اخترعت نظرا لأنه آلة تصوير تم اختراعه سنة 1816 أيضا حتى أن التصوير بالألوان ظهر سنة 1864 لكن أول ظهور لعرض سينمائي وكان عرضا بسيطا يعني بعض الأشخاص يتجولون في شارع باريس إذن كان هذا هو أول عرض سينمائي تم عرضه إذن كان تم عرضه منطرف الأخوان لوميير سنة 1864 أيضا قبلها كما قلنا ظهور محرك الديزل محرك الديزل في ألمانيا أهمية محرك الديزل وهو أنه محرك بإمكانه يعني أن يقطع مسافات طويلة يعني ولديه قدرة على الصمود مقارنة مع محرك البنزين ظهور الأشعة السينية أيضا تقريبا نفس سنة لألف ظهور الأشعة السينية هنا نتكلم عن المجال الطبي يعني تمكننا من اكتشاف ظهور الأشعة السينية التي تظهر لنا العظام عظام الإنسان هو اكتشاف يعني في المجال الطبي إذن هذه المعطيات مقتبسة عن موسوعة أون كارتا موسوعة أون كارتا للسنة ألفين وخمسة إذن هذا الخط الزمني خط مهم جدا يعني بالنسبة لتقافة تلميذ والتلميذة بالنسبة لتقافتهم العامة يعني يستحسن حفظه يعني إذا كان ممكنا فهذا يعني هذا الخط الزمني يظهر بداية الثورة الصناعية التي سوف يعني سوف تظهر أكتر وأكتر في القرن العشرين عندما نقول القرن العشرين يعني ابتداء من سنة 1990 إلى سنة 1999 الوثيقة جوج تطور مؤشر إنتاج الحديد تطور مؤشر إنتاج الحديد الخام الوثيقة ثلاثة تطور مؤشر أسعار بعض المواد في فرنسا إذن كما ترون تطور إنتاج الحديد بشكل لافت في المملكة المتحدة هناك إنتاج يعني تصاعد بشكل كبير إلى حدود سنة 1880 أيضا في بلجيكا في فرنسا يعني هناك في القرن 19 إنجاج الحديد عرفت الصعود كبير جدا هناك مؤشر تطور مؤشر أسعار بعد المواد في فرنسا إذن أسعار السكاك الحديدية إذن عرفت انخفاض مهم أسعار السكاك الحديدية أسعار البترول أسعار الخشب أسعار حديد الخرسانة إذن عرفت انخفاض كبير من 1880 إلى حدود 1900 أني عرفت أسعار هذه المواد انخفاضا كبيرا جدا يعني هذا انخفاض هو راجع لتطور الإنتاج يعني إنتاج كبير عرض بمعنى عندما نقول إنتاج يعني عرض كبير في الأسواق وبالتالي ينتجو عنه انخفاض في الأسعار ولاحظ الوطائق وأقرأ معطايتها ثم أحدد المجالات التي شملت اختراعات تقنية خلال قام 19 قمنا بتحديد ذلك أصنف تطور إنتاج الفولاد بدول الأوروبا الغربية قمنا بذلك أستنتج وضعية أسعار بعض المواد في أوروبا قمنا بذلك أستخلص الدور الذي لعبته الاختراعات التقنية في الزهار الرأسمالية الأوروبية إذن الاختراعات التقنية لعبت دور أساسي ومهم جدا في الزهار الرأسمالية الأوروبية بحيث أنه كما نلاحظ السفل البخارية عندما نقول اختراع السفل البخارية واختراع ظهور القاطرة والمحرك بالغاز وكل هذه التقنيات فهي تحتاج إلى الحديد وبتاليفة إنتاج الحديد يرتفع بسبب هذه الصناعات وهذه الصناعات أدت إلى تطور كبير في الرأسمالية الأوروبية حيث أن الإمكانيات الاقتصادية الأوروبية تضاعفت أضعافا مضاعفة وبالتالي مكنها هذا من غزو العالم أغني رصيدي من المصطلحات والمفاهيم الرأسمالية نظام اقتصادي واجتماعي يقوم على حرية الملكية لوسائل الإنتاج وحرية المبادرة والتنافس تميزت في تطورها بعدة مراحل حسب مصدر نشاطها الإنتاج تجارية ثم صناعية ثم مالية تطور الرأسمالية كانت تطورا تجاريا ثم صناعيا ثم ماليا وهي المرحلة التي نعيشها تقريبا يدرس الخريطة توزيع المناطق الصناعية بأوروبا في نهاية القرن التاسع عشر قبل كما تلاحظون فأهم الاختراعات كانت في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبالتالي فإن المناطق التي سوف تعرف ذهارا صناعيا ستكون في هذه المنطقتين التلات إذن بنج teşekkür أدرس توزيع المناطق الصناعية بأوروبا في نهاية القرن التاسع عشر خريطة أهم المناطق الصناعية في نهاية القرن التاسع عشر إذن أحواض الفحم كما تلاحظون باللون الرمادي مراتق صناعية باللون بنفسجي الفولاد التعدين صناعة النسيج والصناعة الكيموية بالمثلث الأخضر صناعة النسيج بالمربع البرتقالي التعدين بالدائرة التي عليها علامات والفولاد بالدائرة البرتقالية إذن كما تلاحظون هذه إنجلة الرأي إذن هذه إنجلة الرأي كما تلاحظون يعني إنجلة الرأي فيها مناطق صناعية كبيرة جدا تحيط بها أحواض الفولاد وهناك صناعة صناعة كيموية في شمال هناك صناعة النسيج في مانشستر ونيوكاستل صناعة التعدين في شيفيلد في لندن الفولاد أيضا في نيوكاستل تريفة كانت يعني إنجلة الرأي تعتبر من المدن الصناعية الكبرى في أوروبا عند نهاية القرن التاسع عشر كذلك الشأن بالنسبة لفرنسا كما تلاحظون يعني فرنسا هذه فرنسا هذه فرنسا كما تلاحظون يعني هناك مناطق صناعية دائما الأحوال المناطق صناعية نجدها بالقرب من أحوال الفحم إذن لورينو الألزاس مناطق صناعة فولاد إذن عندما نقول فولاد يعني صناعة السكك الحديدية السكك الحديدية تمشي على قطبان من الحديد وبالتالي عندما الفولاد هو الحديد زي الكربون يعني الفولاد يتكون من 90% من الحديد وقطبان السكك الحديدية هي من الفولاد والقاطرات والمحركات البخارية والمحركات وكل شيء يعني هو تقريبا من الفولاد يعني يصنع من الفولاد وأيضا السفن تجارية هي السفن مصنوعة أيضا من الفولاد إذن أهمية الفولاد والفحم فهمية كبيرة عندما نقول الفحم يعني مصدر من مصادر الطاقة يعني المصانع التي تشتغل على الفحم يعني تحتاج إلى الفحم مصانع توليد الطاقة تحتاج إلى الفحم يعني إلى يومنا هذا لازلت هناك بعض المصانع تنجيل الطاقة الكهربائية عن طريق الفحم إلى يومنا هذا وفي نهاية القرن التاسع عشر يعني كانت لدينا السفن البخارية تشتغل بالبخار يعني عن طريق الفحم كانت لدينا القطارات تشتغل عن طريق الفحم اليوم طبعا يعني انقرضت السفن البخارية وانقرضت القاطرات البخارية التي كانت تشتغل عن طريق الفحم الآن يعني أغلبية تشتغل إما عن طريق الديزل أو عن طريق الكهرباء إذن كما قلنا فرنسا ولمانيا أيضا من الحوادير الصناعية الكبرى هذه المانيا الحوادير الصناعية ادخلت معها بلجيكا وهولندا يعني مدن دول صغيرة كما تلاحظون منطقة المانيا منطقة صناعات كبرى ولازلت إلى اليوم المانيا تتميز بصناعات مهمة صناعات سيارات مثلا المرسيدس و بمو كلها تنتج في ألمانيا أيضا فرنسا تنتج رونو وتنتج بيجو وداسيا المتوفرة عندنا في المغرب يعني هي أيضا من فرنسا اذا ألاحظ الخريطة وأقرأ مطايتها هذا ما فعلناه اذا ألخص تعلماتي أقارن بين الخريطة والخط الزمني الوثيقة رقم واحد لأستنتج مظاهر الزهار الرأسمالية الأوروبية ومجال انتشارها خلال القرن التاسع عشر اذا كما تلاحظون يعني كان استهار الصناعة الأوروبية كانت تقريبا يتركز في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض بعض المناطق المجاورة لهم مثلا شمال إيطاليا ايطاليا أيضا كانت أيضا فيها يعني بالقرب من فرنسا كانت أيضا استفادت من التطور الصناعي الفرنسي أيضا بعد الدول هنا نجد بلجيكا أيضا بلجيكا أيضا لديها حوض صناعي مهم أيضا برشلونة هنا في إسبانيا يعني برشلونة هناك صناعة النسيج يعني هناك حوض للفحم أيضا في إسبانيا استفادت من هذا التطور أيضا نامسا أيضا استفادت من هذا التطور الصناعي لكن تبقى الحوادر الكبرى الدول الكبرى الصناعية في أوروبا هي بريطانيا فرنسا وألمانيا إذا كان هذا النشاط التعلمي الأول ننتقل إلى النشاط التعلمي الثاني أتعرف التركيز الرأسمالي وأهم أشكاله الوثيقة واحد وهي نص إذا سوف نقرأ نص الوثيقة واحد إن تزايد المقاولات الكبرى أدى إلى تحويل الشركات الفردية إلى شركات مجهولة الإسم حيث يتكون الرأسمال الأساسي للمقاولة من مجموعة من المساهمين ويشكل كل سهم حصة في المقاولة ويعرض في سوق البورسة إذا هذا النص عن موسوعة أنكارتا 2015 الوثيقة جوج جدول التركيز في القطاع البنكي ببريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر إذا لدينا سنتين سنة سنة 1880 وسنة 1910 سنة 1880 كان عدد البنك مئة وأربعة بنك مجموعة عدد الوكالات مجموعة رؤوس الأموال سبعة وستين مليون جنيه سنة 1910 كان عدد الأبناء خمسة واربعين بنك عدد الوكالات خمسمائة وعشرين خمسة خمسة مئتين مجموعة رؤوس الأموال مئتين مليون جنيه إذا كتاب تاريخ سنة ثانية ثانية إذا هذا جدول التركيز في القطاع البنكي كما قلنا الوثيقة ثلاثة خطاة أشكال التركيز الرأسمالي أشكال التركيز الرأسمالي التركيز الأفوقي اتحاد أو تنصيق بين مجموعة من الشركات المتشابهة للإنتاج لحماية الأسعار وتفادي المنافسة إذا هذا التركيز الأفوقي التركيز الأفوقي هو اتحاد أو تنصيق بين مجموعة من الشركات المتشابهة في الإنتاج لحماية الأسعار لحماية أسعار وتفادي المنافسة بمعنى يعني وتسمى الكارتيل الكارتيل تحتفظ فيه كل مؤسسة باستقلالها القانوني والمالي بمعنى أن مثلا المجموعة هذه الشركات تنتج سلعة واحدة نفس السلعة هذه الشركات تتافقوا بينهم يعني يحصل اتفاق بين هذه الشركات لماذا يحصل هذا الاتفاق؟ يحصل هذا الاتفاق لحماية الأسعار وتفادي المنافسة بمعنى أن تتافقوا لأن الإنتاجية ديالهم تكون محددة والأسعار ديالهم تكون محددة للسيطرة على السوق بشيء السوق يبقى هذا لأنه عندما تكون هناك حرية في المنافسة بمعنى أن أنا أستطيع أن أنتج هذه السلعة وحتى كلفة أقل وبالتالي أنتجوها ونحبط يعني السعر ينقص عندما ينقص السعر فالشركات المنافسة أيضا هي مضطرة لأن تنزل سعرها وهذا فيه مصلحة للمستهلك لكن يحصل فهذا التركيز الأفوقي يحصل اتفاق ما بين الشركات التي تنتج نفس السلعة من أجل استقرار التامن أجل استقرار التامن وهذا ما يسمى بالكارتيل كارتيل تحتفظ فيه كل مؤسسة باستقلال القانون يعني هذوك الشركات كل شركة تبقى عندها استقلاليا كل شركة تبقى استقلاق ذاتيا استقلالها المادي ثم سنرى التركيز العام التركيز العام به هو اتحاد مجموعة من الشركات متكاملة الإنتاج من عمليات الإنتاج إلى التوزيح وهاذ Is هذو أم المجموعة من الشركات متكاملة في ما بينها يعني بمعنى أنه مثلاً لكي نعطي مثلاً شركات مثلاً إنتاج الحليب إذن إنتاج الحليب هناك تعاونيات تجمع الحليب من المزارع إذن هناك تعاونية تجمع الحليب من المزارع هذا نشاط هذه التعاونيات يعني من الفروض أنها مستقلة وكتجمع الحليب من عند الفلاحين باشتبعوا لمن تبعوه للشركات التي تقوم ببصرة هذا الحليب وإنتاج مشتقاته إذن الشركات التي تشتغل الحليب تنتج حليب مبصر وتنتج الياغورت وتنتج مجموعة من المشتقات تنتج الجبن تنتج يعني هناك مجموعة من المشتقات التي يعني يمكن اشتقاقها من الحليب إذن كينا شركة تجمع الحليب من عند المزارعين وكينا شركة تأخذ هذا الحليب الذي جمع من عند المزارعين تأخذه يعني لتصنيعه وتحويله إلى مختلف المنتوجات الحليبية وهناك شركات أخرى تقوم بعملية التوزيع يعني هذه الشركة التي تنتج لنا الحليب المبصر وتنتج لنا الجبن وتنتج لنا الياغورت بمختلف أسمائه وأنواعه تقوم بإنتاج هذه البضاعة ثم نحتاج إلى الموزع الموزع هو الذي يقوم بتوزيع هذه البضاعة على مختلف الأسواق إذن اتحاد مجموعة من الشركات متكاملة في إنتاج عملية ماذا تعني هذا؟ هذا هو التركيز العامودي بمعنى أن الشركة تقوم بشراء التعاونية يعني التعاونية تصبح ملكا للشركة ثم الشركة التي تنتج الحليب أيضا يعني هي أيضا جزء من هذا التكتل الغالب هي التي تقوم بالاستحواذ على التعاونية وبالاستحواذ على شركات التوزيع أو أنها تقوم هي بالتوزيع وبالتالي فهنا نتكلم عن التروست التروست هو اندماج تكامل بين مجموعة من المؤسسات المساهمة في إنتاج معين شركات التملك الهوندينك مؤسسة مالية كبرى تملك غالبية الأسهم في عدة شركات وهي متعددة الإختصاص إذن أقرأ معطايات الوثائق ثم أستخلص الفكرة الرئيسية للنص إذن للنص كما قلنا تزايد مقاولات الكبرى أدى إلى تحويل الشركات الفرضية إلى الشركات مجموعة الإسم حيث يتكون الرأس مالأس المقاولة من مجموعة من المساهمين ويشكل كل ساهمين حصة في المقاولة ويعرض في سوق البورسة إذن هنا الفكرة الأساسية هو أن الشركات تتحول إلى أسهم إذن الشركة تتحول إلى مجموعة من الأسهم التي تعرض في البورسة ويمكن لأي شخص أن يقوم بشراء هذه الأسهم وبشراء الشركة يعني إذا تمكن من شراء جميع الأسهم الشركة فهو يصبح مالكا للشركة إذن هذه الفكرة الأساسية للنص أحدد التحول الذي طرأ على المؤسسات البريطانية فيما بين 1880 و 1910 إذن ماذا تلاحظون؟ في الوثيقة رقم جوج ماذا تلاحظون؟ سنة 1880 كان عدد الأبناء 104 بنك عدد الوكالات 222 وكالة مجموعة رؤوس الأموال 67 مليون جنيه على فكرة الجنيه هنا نقصد به الجنيه السيرليني وهو العملة بريطانية عملة إنجلتر سنة 1911 كم عدد الأبناء أصبح لدينا؟ كم عدد الأبناء؟ أصبح لدينا 45 بنكا كم كان لدينا من قبل؟ من قبل كانت لدينا 104 بنك بمعنى أن عدد البنوك تقلص من 140 بنكا مستقلا لديه استقلالية داتية مالية وإدارية يعني بنك مستقل بنك مستقل 104 بنك مستقل هذا كان سنة 1880 في 1910 يعني تقريبا 30 سنة 1910 أصبح لدينا 45 بنكا فقط يعني أكثر من نصف الأبناء اختفى ولم يختفي أكثر من نصف الأبناء ولم يختفي ما الذي حصل؟ الذي حصل سوف نلاحظ ذلك في مجموعة عدد الوكالات كم كان لدينا من وكالة؟ كانت لدينا 222 وكالة سنة 1880 كم أصبحت لدينا؟ أصبحت لدينا 5200 وكالة بمعنى أن هناك 3000 وكالة إضافية ازدادت ومجموعة رؤوس الأموال 80 مليون جونه يعني ازداد رأس المال رأس المال ازداد ولكن عدد الأبناء تقلص لماذا تقلص لأن الأبناء الكبيرة قامت بشراء الأبناء الصغيرة بنك كبير تمكن من الاستحواذ على بنك صغير وقام بشرائه عن طريق ماذا؟ عن طريق شراء أسهمه في البورصة قام بشراء أسهم بنك صغير في البورصة وبالتالي يعني استحواذ على البنك فقام بشرائه وبدل اسمه واختفى البنك الصغير ويعني البنك الكبير يعني استحواذ على البنك واستحواذ على وكالته وربما يعني قام بإنجاز وكالات أخرى إذن فتقلص عدد الأبنك راجع إلى أن البنك الكبيرة قامت بشراء البنك الصغيرة هذا ما حصل استنتجه تعريفا للتركيز الرأسمالي إذن التركيز الرأسمالي ببساطة هو عملية استحواذ الشركات الكبرى على الشركات الصغرى استخلص من الخططة أشكال التنظيم الرأسمالي إذن هناك هناك الكارتل وهناك الترست وهناك الهولدينج الهولدينج إذن هناك ثلاثة أنواع هناك الكارتل الترست والهولدينج ويعني هناك تعريفاتها موجودة في هذه الخططة إذن ألخص تعلماتي استخلص من مختلف الوطائق أسوس التنظيم الرأسمالي الأوروبي وأهم الأشكال الذي اتخذها خلال القرن التاسع عشر يعني بإمكانكم تلخيص ذلك يعني قد رأينا كل ذلك في هذا العرض أغني رصيدي من المصطلحات والمفاهيم إذن شركات مجهولة الاسم هي شركات تتأسس تحت اسم مجهول وتتم المشاركة فيها بامتلاك عدد من أسهمها إذن الشركات مجهولة الاسم يعني هي شركات لديها مجموعة من المساهمين لديها عدد كبير من المساهمين وبالتالي لا يمكننا أن نسميها في اسم شخص معين بل هي تعتبر شركة مجهولة الاسم وكل أصحاب الأسهم المشاركين فيها يحصلون في نهاية السنة في نهاية السنة هناك يعني تقييم للأرباح التي حصلت عليها الشركة ويتم تقسيم هذه الأرباح على الأسهم وكل صاحب سهم يأخذ نصيبه من الربح في حالة كان هناك ربح وإذا كانت هناك خسارة فهذه الخسارة يعني تكون على السهم بحيث أن قيمة السهم يعني تنزيل البورصة البورصة هو سوق مالية تعرض فيها أسهم الشركات للتداول وعلى أساس حجم الرواج تحدد أسعار الأسهم إذن البورصة هو سوق مالية لدينا بالنسبة للمغرب لدينا في الدار البيضاء بورصة القيم في الدار البيضاء إذن البورصة هي سوق سوق مالية تعرض فيها أسهم الشركات الأكثر تداولا إذن كل شركة إلا ولديها عدد معين من الأسهم وكل سهم له قيمة مالية معينة هذه القيمة هي جزء من القيمة الحقيقية للشركة جزء من القيمة الحقيقية للشركة وبالتالي أيضا هناك عملية يعني هذه الأسهم تتحول إلى سلعة مالية وبالتالي هناك احتمال أن تكون هناك مضاربة بهذه الأسهم هناك مشتري قد يعطي في سهم ما أكثر من قيمته الحصول عليه هناك أحيانا إشاعات على الشركة معينة تؤدي إلى أن قيمة سهمها تنقص وبالتالي لا يشتري ها الناس وهناك تتحول إلى سلعة تتحول إلى سلعة بكل ما في كلمة معنى لكن في الحقيقة في الواقع فإن كل سهم من الأسهم هو يمثل يعني الإمكانيات الاقتصادية لذلك السهم يعني الإمكانيات الإنتاجية لتلك الشركة يعني كل الشركات الآن مثلا شركات الاتصالات المغرب أورونج إنوي مثلا الشركات الضحة مثلا شركات يعني هناك مجموعة كبيرة من الشركات لديها أسهم في البورصة وهذه الأسهم كما قلنا تباع تباع في هذه البورصة كل شخص يمتلك سهم من هذه الأسهم فهو يمتلك جزء من الشركة يعني مثلا إذا قامت الشركة باكتتاب مليون سهم مثلا عندما تشري سهما واحدا فأنت تمتلك جزء من مليون جزء من تلك الشركة وبالتالي عندما تمتلك ذلك السهم ماذا يعني هذا؟ يعني أن الأرباح التي تحصل عليها الشركة بعد السنة أنت تحصل من تلك الأرباح إما عن طريق زيادة في سعر السهم ذاته أو عن طريق يعني الحصول على يعني القيمة مادية لتقسم الأرباح داخل هذه الشركة وإذا كان هناك العكس مثلا الشركة حصل لها يعني لم تكن هناك أرباح كانت هناك خسارات فالخسارة تكون على قيمة السهم بحيث أن السهم تنقص قيمته بقيمة الخسارة يعني مثلا شركة خسرت مليون درهم مثلا وقد عردت مليون سهم في البورسة مثلا فكل السهم سوف يفقد درهم من قيمته الحقيقية يعني هذا مجرد يعني توضيح نعم إذن هذا هو السهم وتيق مالية تشهد لحاملها على ملكية جزء من رأس مال شركة ما تتحدد قيمته في البورسة إذن كان هذا النشاط التعليمي الثاني ننتقل الآن إلى النشاط التعلمي الثالث استغلص آثار ازدهار الرأسمالية على المجتمع الأوروبي خلال القرن التاسع عشر أتعرف التحولات التي عرفتها ساكنة أوروبا خلال القرن التاسع عشر الوثقة واحد جدول تطور ساكنة بعض بلدان أوروبا خلال القرن التاسع عشر بملايين نسمة إذن كما تلاحظون تطور مهويل هناك انفجار يسمى انفجار ديمغرافي مثلا في بريطانيا سنة 1800 كانت تسكنها ستة عشر مليون نسمة 1850 يعني تضاعف العدد إلى سبعة وعشرين مليون نسمة ونصف 1900 تضاعف العدد مرتفع أخرى إلى 41 مليون نسمة ونصف في إيطاليا من 18 إلى 25 إلى 32 ونصف في ألمانيا من 23 إلى 35 إلى 46 فصل أربعة في فرنسا من 28 فصل واحد إلى 35 فصل ثم إلى 40 فصل أسبعة إذن المجموع في هذه البلدان يعني هناك تطور من 84 فصل واحد إلى 123 إلى 171 فصل واحد في سنة 1900 إذن هناك تطور ديمغرافي مهم يتضح ذلك من الوثيقة رقم جوش تطور ساكنة المدن بعد بلدان أوروبا خلال القرن التاسع عشر يعني كما تلاحظون يعني كما تبين اللون الأحمر سنة 1800 لون الأصفر سنة 1850 واللون الأخضر سنة 1900 هناك تطور كبير في بريطانيا على الخصوص هناك تطور كبير للسكان في فرنسا أيضا هناك تطور في بلجيكا هناك أيضا تطور للساكنة ألاحظوا أنبيان وأقرأوا معطيات الجدول ثم أصفوا التطور الديمغرافي التي عرفته أوروبا إذن تطور كبير يعني تطور إيجابي كبير وبين التطور الذي عرفته الساكنة الحضرية بأوروبا أيضا الساكنة الحضرية عرفت تطور كبير جدا خاصة في بريطانيا وأيضا في فنسا وبلجيكا وفسر تحول الديمغرافية التي عرفتها بلدان أوروبا الغربية إذن تفسيرنا لهذه التحولات الديمغرافية يعني هو راجع ببساطة إلى يعني تطور الحياة تطور وسائل العيش حيث أن الاختراعات التي تم اكتشافها في القرن التاسع عشر أدت إلى يعني سهولة الحياة أكتر يعني هناك تطور طبي كما لاحظناه في يعني اكتشاف الأشياء السينية هناك تطور على مستوى يعني التنقل أصبحت لدينا السفن البخارية أصبحت لدينا القطيرات أصبحت لدينا محركات إذن هناك تطور المكننة أصبحت لدينا أهلة الخياطة وبتالي يعني بتالي فالنشاط الاقتصادي ازدهر بشكل كبير أيضا يعني جودة الحياة أصبحت أفضل مما كانت عليه وبالتالي هذا ما نتج عنه تطور كبير في المجال الديمغرافي أتعرف التطورات التي طرأت على المجتمع الرسمي في القرن التاسع عشر إذن لدينا الوثيقة ثلاثة الطبقة البرجوازية الأوروبية خلال أوقات الترفيه ولدينا الوثيقة ربعة لوحة بؤسة إلى بلوريطارية في القرن التاسع عشر إذن كما ترون الصورة الوثيقة الثلاثة إلى برجوازية يعني واضح أنهم في مقهى أو مطعم يعني هناك مظاهر يعني هناك حالة بؤس لكن مع ذلك نرى أنهم يعني يلبسون تيابا ويعني لديهم أتات وبالتالي فهذا الوضع الذي كانت تعيش هلأ إلى البروليطارية البئيسة يعني حسب الوثيقة لا يمكن مقارنته بالقرون السابقة القرن الثامن عشر القرن السابعة شرحة كانت الحياة أصعب مما نرى في هذه الصورة إذن أغني رصيدي من المصطلحات والمفاهيم النقابة النقابة هو تنظيم نهني يجمع عمال نفس الحرفة للدفاع عن مطالبهم ومصالحهم البرجوازية هي طبقة اجتماعية تملك وسائل الإنتاج وكابة تكوينها في مراحل تطور الرأسمالية البروليطارية لفض يطلق على الطبقة العاملة التي تبيع قوة عملها في السوق الشغل مقابل أجر ارتبط استعمال هذا المفهوم بالفكر الاشتراكي نعم إذن أقارن الصورتين أصفوا الوضعية الاجتماعية لكل طبقة قمنا بذلك استخلص الفئة الاجتماعية التي تمثلها كل صورة وظروف حياتها إذن الصورة الأولى للطبقة البرجوازية والصورة التانية للطبقة البروليطارية استخلص من الصورتين طبقات المجتمع الرأسمالي إذن المجتمع الرأسمالي تكون من طبقتين الطبقة البرجوازية والطبقة البروليطارية يعني يمكن إضافة يعني تعتبر الطبقة الوسطى أيضا من الطبقة البرجوازية والطبقة العلية أيضا تعتبر من الطبقة البرجوازية إذن الواثقة خمسة جدول تطور عدد العمال المنخارطين في النقابات عند نهاية القرن التاسع عشر إذن السنوات والدول سنة 1890 كان هناك عدد المنخارطين في النقابات 140 ألف في فرنسا جد مليونان وسبعمائة ألف في إنجلاتيرا 850 ألف في ألمانيا في سنة 1914 كان هناك مليون منخارط في النقابات في فرنسا في إنجلاتيرا كانت هناك أربعة ملايين منخارط في ألمانيا كانت ثلاثة ملايين وألفين منخارط إذن هذه الوثيقة خمسة الوثيقة الستة تشريعات اجتماعية بأوروبا خلال القرن التاسع عشر إذن في 1841 إقرار قانون منع تشغيل الأطفال البالغين أقل من 8 سنوات تلاحظون في سنة 1841 منع تشغيل الأطفال البالغين أقل من 8 سنوات بمعنى أن تشغيل الأطفال أقل من 8 سنوات كان أمرا عاديا وبالتالي القانون منعت تشغيل الأطفال أقل من 8 سنوات وأطرحوا عليكم هنا سؤالا عزائي التلاميذ عزائي التلميذات كم سنكم الآن كم سنكم يعني في الغالب سنكم ما بين 12 إلى 14 سنة إذن كان الأطفال في سنكم سنة 1841 كانوا يشتغلون بشكل طبيعي يعني الأطفال أقل من 8 سنوات هم الذين منعوا منعهم القانون من العمل هذا سنة 1841 سنة 1864 السماح للعمال بحق الإضراب إذن أصبح للعمال حق في الإضراب للمطالبة بحقوقه سنة 1874 منع تشغيل الأطفال البالغين أقل من 13 سنة إذن إذن في هذه السنة سنة 1874 في أوروبا يعني بإمكان الأطفال في سنكم أن يستبشروا خيرا حيث أنه العمل يعني أصبح ممنوعا على الأطفال أقل من 13 سنة سنة 1882 تشريع إلزامية التعليم لكل الجنسين إذن سنة 1882 بمعنى أن يعني الطفل الذكر والطفل الأنت يعني من حقه كليهما أن يتعلم يعني ملزمون بأن أبويهم يعني أولياء أمورهم ملزمون بتعليمهم حرية العمل في تكوين النقابات حرية العمال في تكوين النقابات إذن العمال لديهم الحق في تكوين نقابات تدافع عن مصالحهم عندما نقول نقابة فهي يعني منظمة تدافع عن حقوق العمال سنة 1892 تحديد ساعات العمل اليومية بالنسبة للنساء في 11 ساعة ومنع تشغيلهن ليلا إذن تحديد ساعات العمل اليومية بالنسبة للنساء في 11 ساعة إذن هل تلاحظون يعني كان الناس النساء والرجال يعملون لأكتر من 11 ساعة في اليوم يعني تم منع النساء تم تحديد عدد ساعات النسائية في 11 ساعة هذا معناه أن الرجل كان يشغل لأكتر من 11 ساعة ومنع تشغيلهن ليلا سنة 1904 تحديد ساعات العمل اليومية في 10 ساعة إذن في هذه السنة 1904 يستبشر العمال خيرا حيث أن ساعات العمل تقلصت إلى 10 ساعات فقط سنة 1907 جعل العطل الأسبوعية إلزامية سنة 1907 أصبحت العطل الأسبوعية إلزامية سنة 1910 سن قانون التقاعد كحق للعمال يمول بمساهمتهم ومساهمة أرباب العمل إذن سن تقاعد تم تصطيره سنة 1910 إذن هذه تشريعات الاجتماعية بأوروبا خلال القرن 19 هذه الوثيقة 6 الوثيقة السبعة صورة مدرسة أوروبية في نهاية القرن 19 إذن ألاحظ الصورة وأقرأ معطيات الوثيقتين 5 و 6 إذن نقوم بقراءة الوثيقتين أصف تطور عدد العمال منخلطين في النقابات إذن كان هناك تطور كبير لعدد المنخلطين في النقابات وبالتالي الحص النقابي والحس الحقوقي عند العمال يعني تضاعفها وأصبح للعمال حقوقهم يطالبون بها إذن هناك تطور كبير يعني باتجاه الزيادة في عدد المنخلطين في النقابات في كل من فرنسا وإنجلاتر وألمانيا كما توضح الوثيقة أستخلص من الصورة المظاهر المعبرة عن ازدهار المجتمع الرأسمالي إذن كما هو واضح يعني المجتمع الرأسمالي يعني كما تلاحظون في الصورة رقم 7 يعني المجتمع الرأسمالي عرفت تطورا كبيرا من حيث التعليم لكن مع ذلك تلاحظون عدد الأطفال في هذا الصف الواقفين هناك ثلاثة أطفال جلوس هناك أستاذ يقوم بشرح درسما وهناك عدد كبير من الأطفال واقفين هناك عدد كبير من الأطفال واقفين ولكن هذا مظاهر أن نحن نتكلم عن القرن التاسع عشر يعني هذا صف يعني يعني بداية إن صح القول لكن هناك بداية لدهور مفهوم التعلم و يعني استفادة الأطفال من دروس و يعني من تطوير مهاراتهم المعرفية إذن كان هناك المجتمع الرأسمالي يعني عرف تساهم في تطوير يعني تطور الحياة الإنسانية بشكل أهم ألخص تعلماتي أستخلص اعتمادا على الوطائق السابقة الآثار الاجتماعية الناجمة عن ازدهار الرأسمالية الأوروبية خلال القرن التاسع عشر إذن على التلميذ أو التلميذة أن يقوم بهذه العملية تلقى مما ذكرناه في هذا العرض أقوم تعلمات أبرز في حدود ستة أسطر الضور الذي لعبته الاختراعات الفرن ومحرك الكهربائي في تطوير اقتصال أوروبي أكتب فقرة أبدي فيها رأي حول الضور الذي لعبته الاختراعات التقنية والعلمية في ازدهار أوروبا خلال القرن التاسع عشر إذن هذه العملية عزيز التلميذ عزيز التلميذ عليك القيام بها يعني مجهود بسيط تقومون به بناء على ما قلناه يعني بناء على ما قلناه أنتم من تضيفوا أي شيء بناء على ما قلناه سوف تحاولون كتابة ستة أسطر تبرزون فيها الضور الذي لعبته الاختراعات المذكورة وتقوم بكتابة فقرة تبدي فيها رأيك حول الضور الذي لعبته الاختراعات التقنية والعلمية في ازدهار أوروبا خلال القرن التاسع عشر هذا ما يمكنك القيام به هنا أعمق تعلمي الداتي أبحث عن وطائق خاصة بعض الاختراعات والمختارعين في أوروبا خلال القرن التاسع عشر وأكون ملفا عن المختارعين الذين ساهموا في تطور رأس مريا وأشارك به في الأنشطة الموازية لمؤسساتي إذن هذا أمر طيب يعني القيام بهذا العمل يكون بتنصيق مع أستاذكم المباشر إذن كان هذا الدرس الأول من المادة التاريخ للسنة الثالثة ثانوي شكرا على حسن استماعكم وإلى لقاء آخر شكرا